اختتم مطار العالمين الدولي معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 20-24 بمدينة العالمين الجديدة وشارك في المعرض 250 دولة من مصنع الطائرات وصناعات الفضاء بالإضافة إلى ممثل العديد من الموظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطائرات والفضاء هذا المشهد المهيب لاستفاف الطائرات في مطار العالمين الدولي كان إذانا بختام معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء خلال أيام المعرض تنوعت العروض الجوية التي شاركت بها الطائرات المدنية والعسكرية والطائرات بدون طيار دي أول نسخة من معرض الطيران في مصر وزي ما بنقول الحمد لله نسخة دي اتولدت كبيرة وده ممكن نقولي أنا ممكن أبقى متحيز عشان مصر للطيران لكن أنا بكلم على اللي بسمعه من كبرى الشركات الموجودة في المعرض لقد جئنا هنا للمعرض لعرض الطائرة بدون طيار واكتشاف الألغام والتعدين وهي تعمل بالذكاء الاصطناعي وهدفها العمل في البيئات الخطرة وقد تستخدم في بعض الأحيان لأغراض عسكرية والمعرض هنا فرصة جيدة لنا لعرض منتجاتنا وتبادل الخبرات مع غيرنا فضلا عن توقيع اتفاقيات للشراكة حيث أن المعرض مليء بالفرص الواعدة وهو ما يعد شيئا هاما للتسويق لنا عالميا المعرض جاء كفرصة أساسية لتوقيع الاتفاقيات المختلفة ومنها اتفاقية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داتسو الفرنسية لتدريس دفعة أولى بمعايير مصرية فرنسية بمدرسة الهيئة العربية لتصنيع التكنولوجيا التطبيقية في مجال الطائرات احنا بنتعاون مع شركة داتسو الفرنسية داتسو أفيشن الفرنسية في مجال تصنيع بعض هياكل الطائرات من تراث فالكون ورفال الخاصة بشركة داتسو العالمية ودي شركة كبيرة في صناعة الطائرات وده الحقيقة تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داتسو أفيشن متمثل في مصنعي الطائرات والمحركات إدارة الهيئة بتهتم اهتمام شديد وبالغ الأهمية بالكوادر البشرية وبذات بناء القدرات الهيئة لها دور قوي جدا في التدريب والتأهيل التكنولوجيا أو الصناعات الزكية أو التكنولوجيا اللحام ولكن الهيئة واخدى جانب آخر هو الخدمة المجتمعية تشتغل الخدمة المجتمعية لتأهيل وتخريج طلاب خريج الإعدادية عشان يخرجوا في الآخر فنيين متميزين معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء استضاف أكثر من مئة دولة ومئات الشركات والشخصيات المتخصصة بعلوم الفضاء وتكنولوجيا الطيران وتصنيع الطائرات الموجهة أو الطائرات بدون طيار كاريم بيبرز التلفزيون المصري موسيقى